أمريكا ترسل سفينة حربية لمضيق جزيرة تايوان المتنازع عليها فتستفز الصين وتدفع بجيشها لإدانة الخطوة والقول إن مثل هذه العمليات تتعمد الإضرار بالسلام والاستقرار في المنطقة الولايات المتحدة التي تجري مثل هذه العمليات مرة على الأقل كل شهر تقول إن السفينة المدمرة للصواريخ الموجهة سامسون قامت بعبورا عاديا لا يتعارض مع القانون الدولي عبر مضيق تايوان الاستفزازات الأمريكية استدعت من الصين إجراء مناورات عسكرية حول تايوان خلال زيارة وفد أمريكي للجزيرة منتصف أبريل الجاري وأقالت بكين حينها إن المناورات تستهدف الإشارات الخاطئة التي ترسلها الولايات المتحدة ثم تم خاوف غربية من غزو الصين لتايوان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جدد عزم بلاده تزويد تايوان بكل ما هو ضروري لحماية نفسها في حال وقوع ذلك ولكن بكين تعتبر ذلك إخلالا بمبدأ الصين الواحدة على الولايات المتحدة توخي الحذر في لغتها وأفعالها حيال تايوان حتى لا تتسبب في ضرر خطير للعلاقات الصينية الأمريكية والسلام والاستقرار على جانب أي مضيق تايوان من جهتها قالت وزارة الدفاع التايوانية إن الجزيرة ناقشت على نطاق واسع مع الولايات المتحدة الدروس المستفادة من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بشأن كيفية دفاع تايوان عن نفسها إذا تعرضت لهجوم صيني كما أعلنت عن مناورات عسكرية في مايو ويوليو المقبلين وهي الأطخم بين تلك التي تنفذها تايوان سنويا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر